اهلا بكم من جديد قال وزير الخارجية الامريكية توني بلينكين ان بلاده ستقدم 1.85 مليار دولار كمساعدات عسكرية اضافية لاوكرانيا تشمل نقل انظمة باتريوت جهة اخرى وافق المشارعون الامريكيون على حزمة مساعدات بقيمة 45 مليار دولار لاوكرانيا مع عودة الرئيس فلونيمير زيلنسكي من واشنطن حاملا وعدا بحصول على صواريخ باتريوت للمساعدة في صد الهجمات الروسية باتريوت هي عبارة عن منظومة دفاع صاروخي ارض جو وهي من الاكثر تطورا في الترسانة الامريكية استخدمت لاول مرة خلال حرب الخليج عام 1991 كما استخدمت لاحقا اثناء غزو العراق في 2003 وهي مصممة لاعتراض الطائرات والصواريخ الباليستية ويمكنها كذلك اسقاط الطائرات المسيرة لكنها مكلفة للغاية لتدمير مسيارات لا تكلف سوى ألاف الدولارات من جهته أيضا تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن تصل قيمة مساعدات بلاده العسكرية إلى أوكرانيا خلال عام 2023 إلى 2.3 مليار جنيه استرليني وربما أكثر تتصدر الولايات المتحدة الامريكية الدول الغربية من حيث حجم الأموال والأسلحة التي تم تقديمها لأوكرانيا منذ بداية الحرب التي بلغت حوالي 50 مليار دولار ولعل أهم دعم عسكري تتلقاه أوكرانيا من الولايات المتحدة هو حصولها على صواريخ جافلين وصواريخ ستينجر وهما منظومتان لدفاع الجوي تم استخدامهما في الحرب الدائرة كما منحت الولايات المتحدة عددا من المدرعات وأنظمة الرادار والمروحيات السوفيتيت الصنع التي كانت في السابق في أفغانستان إضافة إلى الآلاف من الطائرات المسيرة تحت البريطانيا المركز الثاني في ترتيب الدول التي تقدم دعما عسكريا وسياسيا واقتصاديا بلغت قيمة المساعدات حوالي 9 مليارات دولار في صورة أسلحة متطورة من منظومات صواريخ ودبابات ومدرعات ويقدم الجيش البريطاني طبعا الدعم والتدريب للجنود الأوكرانيين على الحدود البولندية الأوكرانية أبرز الدول الداعمة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا هي ألمانيا وبولندا وكندا والنرويج والسويد والدنمارك والشيك وفرنسا يضاف إلى هذه السلسلة من العقوبات المالية التي فرضتها هذه الدول على أفراد وكيانات روسية أيضا نتابع التقرير التالي ونعود لنسأل عن مستقبل الحرب الروسية على أوكرانيا مع تزايد الدعم الغربي لكييف والتحذيرات الروسية المتواصلة مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها العاشر يحمل العام الجديد حزمة من المساعدات العسكرية والمالية الغربية لأوكرانيا يقر المشرعون الأمريكيون بمساعدات تبلغ 45 مليار دولار وتتعهد المفوضية الأوروبية بإرسال مساعدات بقيمة 18 مليار يورو عام 2023 ويبشر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بمساعدات عسكرية بقيمة 2.3 مليار جنيه استرلينين وربما أكثر يأتي هذا بعد الزيارة التاريخية للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي للبيت الأبيض والتي تكللت بالوعود الأمريكية لأوكرانيا بالحصول على صواريخ باتريوت للمساعدة في صد الهجوم الروسي المساعدات الغربية والأمريكية ليست صدقة هذا ما قاله زيلانسكي بل هي استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية لا سيما وأن الرئيس الروسي فلوديمير بوتين لا ينوي وقف الحرب الوحشية بحسب تعبير الرئيس الأوكراني يأتي الرد من الكريملين ويقلل بوتين من أهمية وفعالية نظام باتريوت الذي وصفه بالقديم وأنه لا توجد حدود مالية للجيش الروسي وكان الكريملين قد حذر من أن إرسال مزيد من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى مفاقمة النزاع قبل هذا خرج بوتين بتصريحات وصفتها واشنطن بالمسؤولة حين قال إن خطر نشوب حرب نووية آخذ في التزايد لكنه أضاف أن بلاده تعي طبيعة الأسلحة النووية وتعتبرها أداة للرد فقط على تعرضها للهجوم في خضم الحرب الدائرة والتصريحات المتبادلة يكشف بوتين عن استراتيجية الجيش الروسي الجديدة وأن بلاده تعمل على تطوير أسلحة فرد صوتية لا مثيل لها على مستوى العالم وتعهد بتحقيق أهداف تتعلق بتطوير قدرات بلاده النووية وتحقيق أهداف العمليات العسكرية في أوكرانيا من جانبه اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن بلاده تقاتل في أوكرانيا قوات الغرب المتضافرة بسبب دعمها المالي وشحنات الأسلحة إلى كييف بحسب تعبيره يقول الخبراء إن الأسلحة والمساعدات الغربية غير قادرة على هزيمة روسيا ولكنها قد تكون فعالة في ضمان استمرارية الحرب وعدم هزيمة أوكرانيا فروسيا بلد نووي وتعد ثانية أكبر قوة عسكرية في العالم وبحسب تقرير لمجلة فورين أفيرز فإن الإعلانات عن حزم المساعدات تلعب دورا في استنزاف العزم الروسي كما تدفع الشركاء الأوروبيين للمساعدة أكثر وجعل موارد أوكرانيا تبدو بلا حدود تتزايد حدة التصريحات في الآوينة الأخيرة وينعكس صداها على أرض المعركة التي تشهد صراعات قوية بين الجيشين الروسي والأوكراني في وقت لا يبدو أن الصراع يخطو لنهاية النفق وتكثر الأسئلة بشأن فاعلية الدعم الغربي وقدرة الجيش الروسي على حسم المعركة ينضم إلينا من موسكو الدكتور هاني شادي الأكاديمي والمحلل السياسي أهلا بك دكتور هاني هذه التصريحات المتعاقبة التي نسمعها من مصادر غربية ومصادر تحاول الضغط على كيف أيضا من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات هذا التفاؤل إن صح التعبير هل يوجد ما يبرره بخصوص نهاية قريبة للحرب الروسية الأوكرانية بتقديرك؟ لا أعتقد أن هناك نهاية قريبة للحرب الروسية على أوكرانيا في الحقيقة خاصة أن هذه التصريحات سواء من الغرب أو من جانب موسكو هي تصريحات للشد والجذب كما نلاحظ الرئيس بوتين قبل عدة أيام أعلن أنه على استعداد للتفاوض وروسيا لا ترفض التفاوض على حلول مقبولة بعد يوم واحد أعلن سكرتير الصحفي للكريم لنديمتري بيسكوف أن لا تفاوض على أساس الخطة التي تطرحها كييف ولا بد من تنفيذ الشروط الروسية في الحقيقة هناك تباعد كبير بين كييف وموسكو من ناحية وبين واشنطن وموسكو والغرب بشكل عام وموسكو فيما يتعلق بطريقة معالجة هذه الحرب الروسية على أوكرانيا وكما نلاحظ أن روسيا تساعد حاليا المعارك في معظم أنحاء أوكرانيا أيضا كييف تقوم بالرد والغرب يدعم كييف بأسلحة جديدة دفاعية في الحقيقة ربما محدودة التأثير في هذه الحرب ولكن ما زالت كييف يمكن القول أنها صامدة وروسيا تكثف من أجل أن تخضع كييف لشروطها فمفهوم السلام أو مفاوضات السلام أو معاهدة السلام بين الطرفين هنا متباين تماما كييف لديها مطالب وموسكو لديها مطالب أخرى وتحديدا اعتراف كييف بالأراضي التي استولت عليها روسيا طيب هناك من يعتقد بأن شريان الحياة العسكري الذي تمد به الدول الغربية وأمريكا كييف هو يكفي للصمود ولا يكفي للانتصار في ذات الوقت لأي درجة موسكو ستذهب في سيناريو استمرار الحرب هذه إلى لا نهاية أعتقد هذا التقييم صحيح الغرب يعطي أسلحة دفاعية لدفاع أوكرانيا عن أراضيها كما يردد الغرب وعلى ما يبدو روسيا تعرف ذلك أو على يقين من ذلك ولذلك هي تستمر وتواصل العملات العسكرية الشديدة بجميع الأسلحة تقريبا وضرب البنية التحتية المدنية والعسكرية ضرب محطات الطاقة والكهرباء إلى آخره لأنها تعلم أن إمكانيات رد كييف في العمق الروسي محدودة وإن كانت هناك بعض المحاولات قامت بها القوات الأوكرانية في العمق الروسي ولكنها محدودة ليست كبيرة بالمقارنة مع الضربات الروسية على العمق الأوكراني ومن ثم لا أعتقد أن هناك نهاية قريبة لهذه الحرب لكن إلى متى ستصمد أو نهاية قريبة للضربات دكتور إلى متى ستصمد روسيا أمام كل هذه الضغوط الاقتصادية المترافقة مع الضغوط والمساعدات العسكرية نتحدث عن ضربات موجعة في الواقع وجهت للاقتصاد الروسي الكثيرون يعتقدون بأن آثارها قد لا تظهر غدا أو بعد غد لكنها ستظهر في النهاية بالفعل ستظهر خاصة العقوبات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الأساسية النفط والغاز بجانب التكنولوجيا وخاصة في روح التكنولوجيا الصناعة والتكنولوجيا قبل الحرب كانت تعتمد على الدول الغربية في استراد حوالي 60 إلى 65% من التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة والفائقة ووسائل الإنتاج والألات والمعداد الآن هي تبحث عن طرق للحصول على هذه السلع الغربية عن طريق ما يسمى بالاستراد الموازي أو عن طريق الصين ولكن الصين في نهاية المطاف كما يؤكد الكثير من الاقتصاديين الروس كفاءة المنتجات الخاصة بها في هذا المجال تحديدا أقل من كفاءة المنتجات الغربية ولذلك ستظهر هذه العقوبات على القطاعات الاقتصادية الروسية خلال الفترة القادمة العام القادم أو في العام الذي يليه إلى أي متى سوف تصود روسيا أو تستمر في هذه الحرب هذا في الحقيقة قرار سياسي أعتقد أنه يرجع في الأساس للرئيس الروسي خاصة أن حصيلة هذا العام يعني محدودة يمكن أن نقول أن تم الاستلاء على بعض المناطق وضم أربع مناطق إلى روسيا الاتحادية ولكن حصيلة أقل مما كان معلن في بداية هذه الحرب روسيا بالرأي سوف تواصل ضرباتها حتى لديها تصور أن هذه الضربات العنيفة للبنية التحتية ربما تجبر كييف على الاستسلام وسوف تواصل هذه الحربة أو العملية العسكرية الخاصة لما رأت الغرب لا يعطي أسلحة لأوكرانيا وعن هذه القضية بالذات دكتور اسمح لي أن أسألك أكثر نعم هناك اليوم حالة من التململ إن صح التعبير وإن كانت غير ظاهرة بشكل واضح من كل هذه المساعدات التي تذهب إلى كييف في الوقت الذي تعاني فيه شعوب القرى الأوروبية من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب هذه الحرب هل تعتقد أنه في لحظة ما ستقول أوروبا لكييف اجلسي إلى طاولة الحوار ولنجد حلا لأننا لم نعد نستطيع إمدادك بمزيد من الأسلحة والمساعدات أما القضية استراتيجية بالنسبة لبروكسيل في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية هي الدعم الرئيسي للأوكرانيا من حيث الأسلحة أوروبا لا تقدم الكثير في حقيقة الأمر ولذلك ليس لديها حجة كبيرة أن تقول لكييف هذا الكلام المساعدات العسكرية الأوروبية سواء كانت الألمانية أو الفرنسية هي محدودة بالمقارنة بالطبع بالمساعدات العسكرية الأمريكية والبريطانية ومن ثم هناك تململ بالفعل تحاول أن تقنق كييف بالتفاوض ولكن كييف ترد بأن على ماذا نتفاوض وأراضينا تحت السيطرة الروسية أما فيما تعلق بالولايات المتحدة فهي حسب التصرحات العلنية هي مصممة على مواصلة دعم كييف حتى الخلافات أو التباينات التي برزت في وسائل الإعلام الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين حول دعم أوكرانيا وكلام الجمهوريين حول أن الولايات المتحدة لا يجب أن تعطي شيكا على بياض لأوكرانيا اتضح أنها كلها تباينات غير كبيرة لأن الميزانية الولايات المتحدة تم إقرارها من الحزبين وفيها تمويل ومساعدات عسكرية بحوالي 45 مليار دولار وهذا مبلغ ضخم كبير ربما أكبر على ما أتذكر من الأموال التي رصدتها الولايات المتحدة لمشروع مرشال لعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية صحيح وهو ربما أكثر مثالية فالموضوع استراتيجي بحثي بالنسبة نعم تتم المقارنة معه مشروع مرشال لكن أيضا الملفت للنظر أنه سواء بوتين أو لافروف أو القيادات الروسية الأخرى لا توفر مناسبة إلا وتخرج لتصرح بأن عصر القطب الواحد انتهى بفي إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكن ما نلاحظه دكتور أن هذا العصر آخذ بالامتداد وهذه القوى العسكرية الأساسية وأعني بذلك الولايات المتحدة تزداد قوة تزداد تحكما في العالم بدليل أن ما قلته أن هذه القوى تدعم كييف بشكل غير مسبوك الدعم بالطبع غير مسبوك ولكن في الحقيقة لي رأي خاص في موضوع التعددية القطبية والقطب الواحد العالم برأيه كان دائما هو متعدد الأقطاب في الحقيقة حتى يمن الاتحاد السوفيتي كانت هناك ثنائية قطبية وحول كل قطب كانت هناك أقطاب أصغر فهو متعدد الأقطاب تاريخيا العالم الولايات المتحدة تاريخيا منذ أن زادت قواتها بعد الحرب العالمية الثانية عندما انسحب من الخريطة العالمية لو سمحت لي عندما انسحب الاتحاد السوفيتي انتهت هذه الثنائية القطبية اليوم الكثير من الدراسات تقول بأنه لو قيد للعالم أن يصبح ثنائية القطبية مرة أخرى ستكون هذه الثنائية بين الولايات المتحدة والصين وليس مع روسيا إلى ماذا تسعى موسكو إذن؟ أكيد أكيد ولكن بشكل عاما أقول أن العالم كان متعدد الأقطاب الفترة التي سادت فيها الولايات المتحدة كقدب واحد بعد نيار الاتحاد السوفيتي نلاحظ أن كانت فترة وجيزة للغاية وصعدت الصين بشكل كبير بالطبع إذا كانت هناك ثنائية أو توسيع للتعددات القطبية من جديد وهذا ما يحدث حاليا فبالطبع سيكون القطبان الأساسية يعني هما الولايات المتحدة والصين روسيا ربما لذلك دخلت أو تحاول الدخول في تحالفات مع الصين لهذا الغرض تحديدا ويجب انتباه إلى أن المقارنة بين الصين وروسيا لكن هل الصين تريد السقوط في المستنقع الروسي؟ شاهدنا في أكثر من مناسبة أنها تنأى بنفسها عن موسكو في حربها مع أوكرانيا بدون شك الصين لدي سياسة التوازن على المسرح الدولي في الحقيقة هي لن تتورط وبالمناسبة الصين دائما ترفض التحالفات الاستراتيجية وإن كان الحديث يجري عن شراكة استراتيجية وليس تحالف استراتيجي بين الصين وروسيا الصين لديها مصالح كبيرة في روسيا تتعلق بشكل أساسي بالنفط والغاز استراد النفط والغاز وتصدير المنتجات التقنية الصينية إلى السوق الروسي غير ذلك الصين لن تتورط بدون شك ولن تدخل في تحالف استراتيجي برأيي مع روسيا وهو بالتأكيد ما يرشح صحيح وهو ما يرشح هذه الحرب لأن تصبح ربما حرب مفتوحة وطويلة الأمد كما ذكرت في البداية على العموم أشكرك جزيلا شكر دكتور هاني شادي الأكاديمي والمحلل السياسي حدثنا من موسكو شكرا لك شكرا لك